السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مباراة مصر مع منتخب الدنمارك في دور التمانية في كأس العالم لكرة اليد هرد لك لمنتخب مصر العظيم يا ولاد النيل أدأكم جميل حلوين ومكملين يا ولاد المصريين يعد دودو ويفي بعودو علي زين يمنع الهدف بين القائمين الطيار تقلقك قدر مش اختيار شوت زي ما تشوت عندنا يا كريم الهندوي الاختبوت سند يحرز عن عمد يلا يا وليد ورينا الجديد القائد أحمد الأحمر الأبيض الزهبي الأحمر الناري خسارة المنتخب المصري بنتيجة ضربات الجزاء لكن منتخب مصر قدم أداء مشرف جدا 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 ورفعوا رأس كل المصريين أداء يفتخر بيه كل المصريين هرد لك يا رجالة عملت اللي عليكم وبين عليكم ان اشتغلتوا على نفسكم هرد لك والله شرفتونا ومز علنين هرد لك يا رجالة شرفتونا أحمد الأحمر هرد لك كريم الهندوي هرد لك الطيار هرد لك مباراة عالمية مع منتخب الدنمارك بطل العالم وأحسن فريق في العالم في الفترة الحالية مباراة قوية جدا 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 لمنتخب مصر ند قوي جدا لمنتخب الدنمارك أفضل منتخب في العالم وكانت ضربات الجزاء هي الفايصل يعني ضربات الحز الترجحية هي اللي فرقت المباراة ألف مبروك لمنتخب الدنمارك منتخب عنيد وهرد لك لرجالتنا شرفتونا شرفتونا وهرد لك أحمد الأحمر أحمد الأحمر اليوم ما كانش في مستوى لكن برضو انت بطل يا أحمد وكل لعابتنا رجالة وعلى قدر المسئولية شكرا لكم يا أبطال هرد لك منتخب مصر لكرة اليد ننتظر منكم المزيد في المستقبل وزي ما قال المعلق خالد خيري أدأكم جميل يا ولاد النيل اعملونا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته